اشتركوا في القناة لحشوة الجبنة وآلذ من السينمون رولز ولاش قلت لكم ألذ من السينمون رولز لأن اندماج طعم خلية النحل والسينمون رولز أعطى طعم ونكا مميزة ولأن السينمون رولز محتاج مراحل طويلة بنسوي خلية سينمون بحشوة الجبنة وبطعم القرفة والكراميل والشوكولاتة بعجينة المعتمدة والقطمية بطريقة سهلة حقيقي جدا طعم من عالم الخيال ولمعرفة الطريقة يلا نبدأ بخطوات العمل واللي عمل خلية السينمون بنبدأ بالعجينة بنحط في الوعاء كوب ونصف حليب دافئ إذا الجو بارد أما إذا الجو حار بنحط الحليب أو الماء بدرجة حرارة المطبخ وبعدين بنحط اثنين ملعق كبيرة سكر وملعقة كبيرة خميرة فورية وملعقة صغيرة خل طبعا إضافة الخل بيخلي أي عجينة عندكم طرية أكثر وكمان إضافة الخل بيساعد على نشاط الخميرة وخاصة إذا الجو بارد وبعدين بنخلط تمام وبنترك الخميرة تتفاعل مدة خمس دقائق عشان نتأكد من نشاط الخميرة وبعد ما تأكدنا من نشاط الخميرة بنحط روبا كوب زبادي أو يوغورت وبيض بيضة واحدة وبعدين بنضيف نصف كوب زيت مع ملعقة كبيرة زبدة وإذا ممتوفر الزبدة بنحط زيت فقط وبنترك من الزيت مقدار ملعقة كبيرة وبعدين بنخلط تمام وبنضيف خمسة أكواب دقيق أبيض مع إضافة الكوب الخامس للتدريج لأن أنواع الدقيق تختلف وبعدين بنضيف على الدقيق ملعقة صغيرة بيكين بودر ونصف ملعقة كبيرة ملح وبناجن تمام حتى تلتم العجينة مع إضافة الكوب الخامس من الدقيق بالتدريج هنا أضفت من الكوب الخامس كوب إلا ربع وهنا أنا استخدمت في العجن العجانة وطبعا ممكن تعجنوا العجينة بيدكم أيضا بتكون النتيجة حلوة لكن يتم العجن لفترة طويلة ما تقل عن ربع ساعة حتى تحصلوا على النتيجة مرة حلوة وبعد ما تكونت عندي عجينة بنضيف ملعقة الزيت يلي تركناها سابقا وبناجن تمام حتى تصير العجينة طرية أكثر وما تلتصق باليد وبعد ما خلصنا عجن بالعجانة أو بريد بنلب العجينة وبنتركها تتخمر مدة ساعة كاملة وعلى بال ما تتخمر العجينة بنجهز خلطة التغطية بنحتاج 2 ملعقة كبيرة سكر بني وإذا ما متوفر عندكم السكر البني حطوا السكر أبيض وبعدين بنحط نصف ملعقة كبيرة قرفة وملعقة كبيرة كاكاو ونصف ملعقة كبيرة سكر أبيض وبنخلطهم تمام وبعدين بننتقل لتقطيع الجبن المستخدمة بحشوة خلية السينمون طبعا ممكن تستخدموا أي جبنة متوفرة عندكم أنا استخدمت جبنة المراعي مربعات بنقطع كل واحدة إلى أربع قطع وبعدين بنضهن الصحون بالزبدة ياللي بنحط فيهم خلية السينمون وهنا بعد ما تخمرت العجينة بنفرغها من الهواء وبننتقل لتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة وبنحشيها بالجبن هنا سويت كمية من الكرات مرة واحدة وبعدين بنغمسهم بخلطة التغطية تمام وبنرصهم في الصحن حتى يتخمروا بوقت واحد لكن إذا شكلنا واحدة واحدة وغمسناها بخلطة التغطية بيتخمروا الأولين أكثر من ياللي بنسويهم بعدهم اشتركوا في القناة وبعد ما خلصنا تشكيل الكرات للصحن الأول بنغمسهم بخلطة التغميص وبعدين بنرصهم في القالب كما هو موضح وبعدين بنخليهم يتخمروا مدة نصف ساعة مع تغطية القالب تمام وبعدين بنجهز الصحن الثاني طبعا ممكن تشكلوا الصحنين مع بعض وتحطوهم مرة واحدة في فرن إذا في حد بيساعدكم حتى يتخمروا بوقت واحد لكن أنا بعد تشكيل الصحن الأول خليت يتخمر على بال مشكل الصحن الثاني وبعدين خليت الصحن الثاني يتخمر على بال ما يتحمل الصحن الأول لأن كان وقت التصوير طويل فاضطريت أني أحمل كل الصحن لوحده وممكن تسوهم بصحن كبير كلهم مرة واحدة وبعد ما تخمر الصحن الأول بنحطه في فرن ساخن مسبقا مدة خمس دقائق وبعدين بنحط الصحن في الرب الوسط النار من تحت على درد حرارة مئتين لمدة ربع ساعة وبعدين بنشغل فوق لمدة خمس دقائق حتى تتحمل خليز السينمون وعلى بال ما تتحمل خليز السينمون بننتقل لتجهيز الصوص الأضيض الاقتصادي بنحط في الخلاط العادي أو وعاء إذا بنستخدم الهند بلندر كوب إلا ربع حليب بودرة وكوب إلا ربع سكر بودرة وملعقة كبيرة زبدة وست حبات جبن مثلث ونصف ملعقة صغيرة فانيلا وربع كوب ماء وبعدين بنخلط خلط تمام حتى يصير معانا الخليط كريمي وكذا صار السوس الأبيض جاهز وهنا بعد ما تخمر الصحن الثاني بنحطه بالفرن قطوات التحمير نفس الصحن الأول وبعد ما تحمر الصحن الأول ما شاء الله رائحة البيت كأنكم مسوين سينامون رولز حقيقي جدا ألد من سينامون رولز طبعا بنحط الصوص الأبيض على خلية السينامون وهي ساخنة وبعدين بنحط على الصوص الأبيض الكرامل طريقة ألد كرامل بتسووه بحطه لكم في صندوق الوصف وبعد ما وزعت صوص الكرامل زينت خلية السينابون بجوز البيت كأن ما شاء الله الشكل والطعم مرة حلو وهنا بعد ما تحمر الصحن الثاني بحط عليه الصوص الأبيض وبعدين بنحط صوص شوكولاتة جاهز أو ممكن منزلي وحبات شوكولات شبس حقيقي جدا طعم إدمان شكرا وهنا عندي صحن صغير باقي كمية العجينة وللتزيين حطيت الصوص الأبيض وبعدين سويت خطوط من الكرامل والشوكولاتة وكان الاندماج مرة رهيب وفي نهاية الفيديو أتمنى تجربوا الوصفة لأنها مرة إبداعية وأتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتم فيدي اليوم ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم في أمان الله شكرا